المترجم للقناة من خلال البيانات القرآنية للوصول إلى نتيجة بأن إسرائيل ستزول عام 2022 وأنا مش متحمس هو هي أجت المسألة تكشفت قبل 30 سنة من 2022 يعني ما كانش متحمس ولا كنت أريد هالكلام هي المسألة جت فتحت وبدت أتابع 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 مش يعني قضية عاطفية أنا أريد هو لو أنا أريد كان قلت لهم بعد عشر سنة مش بعد 30 مش بعد 30 سنة تمام فلما أنت بتشوفها وكنت قبلها عندي الكتاب المتعلق بالعجاز العدد أصلا طيب أنت لما تجد مثل هذه المسائل في القرآن الكريم وهو كتاب رباني ولا يعقل أن يوجد في كتاب الله شيء اسمه صدفة فكله مراد للخالق حتما شو وراء هذه الإرادة طب هل يجوز لي شرعا أني أنا أكتم ليش أكتم ليش أكتم طب ثم ليش يصدقوا الناس إذا كان أنا بعرض عليهم فبقولوا والله إشي مدهش إذن ليش نكتم وليش ما يصدقوا هم أما أنا بلهم اللي بيجزم مئة بالمئة لأنها هي كما قلت يا مجرد توافقات قد يكون إحنا نفسرينها غلط تمام ولكنها توافقات واضعة ومش بس في القرآن وصارت تنعكس علاقة القرآن بالتاريخ وصرنا ندخل الآن في علوم رياضيات كمان مما يدلك على أنه هناك هذا فعلا الرب المسيطر على كل صغيرة وكبيرة تمام فبالتالي هذا ممكن يكون طريق للإيمان حتى غير المسلم عندما يرى يدهش يدهش من الأشياء الموجودة هل يجوز لي شرعا أني أكتم هذه المسألة لا يجوز يعني أنت قلت ونحن نحضر للحلقة أن كلما زادت معي السنوات زدت يقينا بأن هناك شيء كبير سيحدث في عام 2022 صحيح ما الذي وجدته هو الحقيقة ليس كل شيء نحن نجده في البحوث قعد نحكي مع الناس ليش السبب الأول أنه الاكثار عن الناس يعودوا ما يستوعبوش يعني الآن ممكن يكون موجود 25-26-27 درس في منها ساعتين في ساعة ونص ساعة في المسألة طب أنت تكثرك تعطي أكثر ليش ثاني لا صارت تدخل في قضايا ممكن الحديث فيها يعمل فتنة خصوصا في عالم الأشخاص تمام فبالتالي لا نحن مش كل شيء بقوله بتحدث فيه أو عفاً مش كل شيء بأنكتشفه في البحوث أثناء المسيرة نتحدث فيه نحن نتحدثنا بجزء مما وجدناه عشان هيك بتجدني يعني غير آبه أنه مع اكتراب سنتين الآن ودائماً الناس خاضعين لضغط الواقع بقول لك هاي إسرائيل موجودة وهاي العرب كمان وهي الشيء اللي بتحكي فيه أنت يعني وهي بعيدة ثلاثين سنة ممكن يقبله أما أما الآن سنتين لا ممكن أبقى أتكلم قبل بأيام من الأشيء اللي في المتوقع هناك من يقول بأن الشيش بسام بنى كل تصوراته على مفهوم الجمل في اللغة العربية وهذا المفهوم دثر وليس له أصول يعني من يقرأ لغة العربية لا يعد ذلك من علومها وبناء على ذلك قد يكون يعني مسألة الجمل فيها فيها ما يقال كثير في الطعن في أساسها حتى بعد ذلك ابنى عليه قضايا تتعلق بالقرآن الكريم أولاً الجمل موجود في لغة العرب قبل الإسلام بأكثر من 1600 سنة تمام؟ لأنه هو مرتبط إذا أكتشاف الأبجادية شو معنى الجمل ما قصدت؟ آآ هو على فكرة العرب هم اللي وضعوا الأبجادية وكانت اكتشاف يعد من اكتشافات المهمة في التاريخ ليش؟ لأنه لاحظ الصينيين مثلاً خمس تلاف رمز حتى يكتبوا اللغة اليابانيين شرحوا تمام؟ طيب يتصور ابنك لابدك علموا أنت تلت تلاف رمز مشان يصير يعرف يكتب لا فأجل العرب ووضعه 28 رمز يمكن أن تكتب فيها اللغة هذا 28 رمز على فكرة أول مرة بتصير اللي هي تسمى الأبجادية العربية وهذا الكلام أخذوا اليونان أول من تأثر ما كان في علاقة قوية تجارية وغيرها مع اليونان فاليونان أخذوها ولذلك بتلاحظ أنت اليونان لحد الآن بيقولوا ألفا وبعطوا ألفا واحد بيتا بيعطوها اثنين زي العبرية ثم العبرية اللغة العبرية أخذت لاحظت نفس الترتيب الأبجادية لعند كوريشة لعند كوريشة وكان عندنا إحصائيات بثلت تاشر لغة موجودة في العالم أخذت الأبجادية العربية مع الأرقام اللي بوضحها الآن إن شاء الله مع الأرقام ولذلك حتى أنا حتى أقارب بالصورة لبعض الأخوة أنه اليونان أثروا في اللغات الأوروبية إلى درجة أنت اليوم لما بتيجي بتشوف ترتيب الحور في الإنجليزية مثلا وتيجي بتقول كل أم أن أنت تكتشف إنها كلمون كو أر أستي بتكتشف إنها كوريشة أبي أبجاد تمام هذا من آثار إيش لما أخذه فكل الأبجاديات الموجودة في العالم الآن هي ما أخذها عن العربي تمام فالعرب وضعوا لكل حرف قيمة عددية من واحد لعشرة بعدين من عشرين لتسعين بعدين من مية لتسعمية بعدين ألف لذلك الغين ألف شو كان يقصد اللي فعل هذا الكلام يبدو اللي هي موضوع أحد عشرات مئات ألوف ولا تجد أي لغة فيها هذا الكمال أحد عشرات لذلك كلها مثلا العبري بنتها عند أربعمية عند كوريشة عند أربعمية لأنهم مستعيرين ومن العربي في ناس بزعموا أنه اليهود لا هم اليهود واحد من تتتاشر لغة أخذت عن العرب الأبجاديات فإذا العرب أعطوا لكل حرف قيمة عددية وأحيانا كانوا يعبروا بيعبروا بالكلمات عن قيمة عددية مثلا في يوم الأيام توفي السلطان اسمه باركوك هذا أول واحد أوجد المماليك البرجية في مصر باركوك لما توفي فيه واحد لطيف ظريف وضع عبارة إذا حسبتها بتعرف وين تتوفي باركوك اللي هي في المشمش فبركوك متوفي في المشمش احسب في المشمش بتجد مجموعة في الجمل تمنمية واحد تمنمية واحد هجري توفي باركوك في الفاء سمانين الياء عشرين المشمش الألف واحد اللام تلاتين الميم أربعين الشين تثثمية الميم أربعين الشين تثثمية المجموعة تمنمية واحد جمل في المشمش فتوفي باركوك في المشمش تمنمية واحد فعلا افتح انت مثلا شوف زمن باركوك وانت توفيف تجده 800 واحد هجلي فكيف هذا عكسته مو على مسألة الزواج اه فقلنا انه اولا في انت قلت كلم بس بدي اصححه شوية هم اللي بقولوا انه احنا بنعتمد فقط على الجمل غير صحيح لا هو الجمل واحد واحد من الطرق اه مسلك من مسالك ومسلك من مسالك كلها تلتقي طيب الجمل نيجي الان قلنا الجمل اعطاء كل حرف من الحروف القيم عددية وفق الكلام اللي قلنا تمام فانا قلت انه طيب القرآن ما هو نزل باللسان العربي مو بي طيب لما نزل القرآن كانت العرب تستخدم الجمل كلغة اذا لما يقولوا فيش انه مستند كيف طيب والله هو منين مستندك انت انه الجبل اصطلاح العرب جبل ليش مش موتن واصطلاح العرب لما يكونوا أرض ما هو القرآن استخدم استلاحات العرب ما هي اللغة ما هي الجمل اللغة انت لو نزلت للسوق عند العرب زمان وقلت له بك من التفاح وقال لك مثلا نياه تفهم على طول انه عشر دلاهم يعني تمام فاذا هي جزء من اللغة فاللي بده يقول انه ملاهاش مستند كيف ملاهاش مستند طيب ولا لغة شو مستندها طيب ما هي اللغة اصطلاح وهذا اصطلاح اللغة اصطلاح وهذا اصطلاح جاء الإسلام والعرب تصطلح قبل الإسلام بقروم تصطلح بهذا وهي جزء من لغتها طيب فالآن قلت بما أن القرآن نزل بلسان عربي مبين وبما أن الجمل هو لسان العرب إذن إيش يمنع أنه يكون القرآن فيها أسرار في الجمل وإذا به فيها أسرار كثيرة جدا في الجمل يعني هي مقدمة كانت صحيحة وبالتالي النتيجة فعلا في ثمار وبالتالي لا يستطيع أحد أصلا ينكر الآن لأنه واحد لو أجي قال لي شو الدليل أنك موجود بقول له أني موجود شو الدليل أن الجمل موجود الإنشي اللي منعرضه عليكم لما أنا أجي أقول لك صورة الحديد مثلا هي الصورة 57 في ترتيب المصحف وأنه جمل الحديد الـ1130 الـ8 الدال 4 الـ10 الدال 4 المجموع 57 طيب هاي موجود وبعدين باجي بقي مقلة التعريف بتصير حديد بتصير 26 بعدين من التفاجأ أنه 26 العدد الذري و 57 وزن ذري طيب شو هذا؟ والقرآن مرتبها 57 طيب صدفة بدنا نفترض ما بدنا ندخل معك في قضايا ثانية فإذا هي المسائل هذا اللي بيجعل الناس اللي فعلا بتابعوا الدروس هم بيقول لك لا مستحيل ما تزولش هي أصلا إذا ما زالتش هذا بيكون عجيبة من العجائب مع وجود هذه التوافقات وعلاقات قوية جدا مثلا أنا أعطي درس كامل ساعة ونوص وبعدين طبعا اكتشفت أني بإمكان أعطي كمان ساعة ونوص في علاقة فتح صلاح الدين بـ 2022 وعلاقة فتح عمر بخطاب بـ 2022 هذا ما سنتظر إن شاء الله في الجزء الثاني من الحلقة مشاهدي